اهلا بكم متابعي قناة فروم مروكو في نشرة اخباري جديدة وهذا ابرز عنوانها ضابط امن ممتاز يقع في شر اعماله بالعرائش والان الى التفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الشراك في القناة واعجاب بالفيديو فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش بحثا قضائيا تحت اشراف النياب العام المختصة يوم الخميس 7 يوليوز الجاري وذلك لتحديد الافعال الاجرامية المنسوبة لموظف شرطة برجبة ضابط امن ممتاز يعمل بدائرة للشرطة بنفس المدينة وذلك للاشتباه في تورطه في قبول مازية مادية على سبيل الرشوة وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة العرائش قد تفاعلت بجدية مع شكاية تقدم بها احد اطراف قضية تتعلق بخيانة الامانة والنصب والاحتيال ينسب فيها لموظف الشرطة تعريضه للابتزاز وطلب الرشوة مقابل مزاعم ادعاءات بتدخل لمعالجة هذه القضية لصالحها وقد مكنت الابحة والتحرية التي باشرتها الشرطة القضائية من توقيف موظف الشرطة المشبه فيها متلبسا بقبول وحيازة مبلغ مالي من الضحية على سبيل الرشوة